اه ساعات كتير جدا بنبقى حابين ان احنا نبتسم او نضحك لانه ساعات كتير جدا بتبقى الايام بتجيب لنا اخبار غير جيدة او غير سعيدة على الاطلاق زي النهاردة على سبيل المثال واحد من ابناء الجيل الذهبي في الصحافة المصرية واحد من كبار الاسادزة والكتاب صاحب تحقيق السبت الاستاذ عزة السعداني الله يرحمه يرحل عن دنيانا النهاردة عمره تقريبا خمسة وتمانين سنة قضى منهم تلاتة وستين سنة صحافة من وقت ما اتخرج من كلية الاداب في جامعة القاهرة والتحق بالاهرام وحتى اللحظات الاخيرة لم يكف الاستاذ عزة اما عن الكتابة لحد الاخر او عن لقاء الاصدقاء والتلاميذ والمحبين الى اخرون أستاذ عزة السعداني الحقيقة يمكن حضراتكم عارفين انه زي ما كنت بقول هو دخل الاهرام سنة 1959 في نفس السنة اللي اتخرج فيها من الكلية في جامعة القاهرة وبدأ يتحرك جوه الاهرام في مواقع صحفية كثيرة اشتهر طبعا بخفة الظل وبالكتابة الساخر اشهر كتاباته كانت تحقيق السبت الاسبوعي اللي فضل يكتبه كل اسبوع لمدى عقود وفاته المنية اليوم الف رحمة ونور تنزل عليه قدم من خلال هذا المقال تحقيق السبت الحقيقة تحقيقات نوعية جديدة في الصحافة المصرية وكانت هذه التحقيقات دائما لها اثر حقيقي وبالغ وعميق في طرح قضايا جماهرية بل وتقديم احيانا الحلول لها الله يرحم وثلاث ساة سبعة وثلاثين تخرج اداب قسم صحافة جامعة القاهرة سنة تسعة وخمسين اشتغل في مؤسسة الاهرام في نفس السنة وفضل يشتغل فيها لحد وفاته ترك السيرة الحسنة الطيبة السيرة المهنية المشرفة بالمناسبة استاذ عزة هو اللي اسس المجلة الاطفال الشهيرة علاء الدين وكان اول رئيس تحرير لها قبل كده كان سكرتات تحرير الاهرام والاهرام الاقتصادي ورئيس قسم التحقيقات في الاهرام رجل كان متواضع جدا لطيف جدا خلوق جدا بيحب مهنته الى ابعد الحدود في كل اللي الواحد بيقوله انه يا رب يا رب يرحمه ويا رب يا رب يمد في عمر القلة القليلة جدا الباقية من الرواد الجيل الزهبي في الصحافة المصرية ولقيك الذين ولدوا في اواخر العشرينات والثلاثينيات او في فترة الثلاثينيات من القرن العشرين ربنا يمد في عمرهم جميعا وفي عمر من تلاهم من اجيال الحقيقة بنت الصحافة المصرية وبنت وجدانا وبنت عقلنا وساعدتنا على التفكير وعلى الاراية اجيال الحقيقة لا تعوض تحت اي ظرف من الظروف على صعيد اخر بقدر ما انه كان هذا الخبر ثقيلا على كل من يعمل بمهنة الصحافة بل وكل من كان يقرأ يقرأ للأستاذ عزة السعداني يفضل دايما في حاجة حلوة على رأيي الأغنية الشهير ترجمة نانسي قنقر